موسيقى رئيس مجلس النواب لثبي يجري مناقشة مع وفد صيني برئاسة نائب رئيس الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة حول القضايا التي تعزل شراكتها بين الثلاثين موسيقى وزير الابتكار والتكنولوجيا عقد مناقشة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي بشأن القضايا التي تمكنهم من العمل معنا موسيقى موسيقى مشاهدين الأكارم أهلا ومرحبا بكم في نشرة جديدة للأخبار يقدمها لكم القسم العربي في عية الرذاع للثبية من العاصمة أديس أبابا أجرى رئيس مجلس النواب تاكسة أفو مناقشة مع وفد صيني برئاسة نائب رئيس الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة البروفيسور جونغ ويبن حول القضايا التي تعزز الشراكة بين البلدين وقال تاكسة أن إثيوبيا والصين تربطهما علاقة طويلة الأمد في مختلف المجالات كما أعرب عن تقديره لاستعداد الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة لمشاركة خبرتها في التدريب الإداري والأبحاث مع إثيوبيا وذكر تاكسة أن اتفاقية التعاون التي ستوقعها الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة وأكاديمية التمييز القيادي الأفريقي قريبا ستعزز العلاقة بين البلدين من جانبه ذكر نائب رئيس الأكاديمية البروفيسور جونغ ويبن أن الصين ستواصل تعزز تعاونها مع إثيوبيا وأفريقيا عقدة وزيرة الري والأراضي المنخفضة عائشة محمد وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إثيوبيا محمد سالم الراشدي مناقشة حول سبل تعزز التعاون في الجوانب الرئيسية لتنمية الأراضي المنخفضة وخاصة الاستثمارات الزراعية التجارية خلال المناقشة ركز المسؤولون على الجوانب الرئيسية لتنمية الأراضي المنخفضة وخاصة الاستثمارات الزراعية التجارية وتطوير البنية التحتية للري على نطاق واسع وكان استكشاف الأساليب المبتكرة والمستدامة للتحديث وإعادة تأهيل أنظمة الرأي من أجل تعزيز الانتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي من المجالات ذات الأولوية في المناقشة وذكر البيان أن هذا التعاون يهدف إلى إفادة البلدين والمساهمة في الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر أمنا غذائيا واستدامة عقد وزير الابتكار والتكنولوجيا الدكتور بلت أمولى حوارا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي الشيخ منصور بن مسلم بشأن القضايا التي تمكنهم من العمل معا في المجالات تحويل التعليم والبحوث وتطوير التكنولوجيا المحلية والابتكار والرقمنة وأشار الدكتور بلت إلى أن البلد يجب أن تكون مبتكرة ومالكة ومستخدمة للتكنولوجيا لضمان تقدمها وقال إنهم حريصون على العمل مع منظمة التعاون الجنوبي لتبسيط تنفيذ التكنولوجيا الرقمية في بلادنا وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبية الشيخ منصور بن مسلم إن مهمة منظمته هي العمل لصالح الدول الأعضاء وخاصة إثيوبيا حيث يقع فيها مقر المنظمة من خلال بناء القدرات وأطر السياسات والدعم الفني والتحول التعليمي وتطوير تكنولوجيا المحلية ومصادر التمويل البديلة أضاف أنهم مهتمون للغاية بالعمل مع وزارة الابتكار والتكنولوجيا ومستعدون للعمل بالتعاون المستمر وتشير المعلومات من الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على إعداد وثيقة تعاون ثنائي للتنفيذ الفوري من خلال تحديد أطر التعاون المشترك ذات الأولوية صرح رئيس حكومة إقليم أوروميا شمالس عبديسة أن الأمل الذي ظهر في العمل المنجز حتى الآن يؤكد لنا أن الأمر لن يستغرق منا سنوات عديدة للحصول على الفوائد التي نستحقها من قطاع السياحة ونشر رئيس الحكومة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ليس من مسؤوليته فحسب بل من واجبه التاريخي أيضا استخدام هذه الموارد المحتملة لتحقيق الفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة أضاف أنه من خلال أنشطتنا كإقليم أدركنا أنه على الرغم من أن لدينا العديد من الوجهات السياحية الطبيعية والاصطناعية إلا أننا ما استفدنا منها بسبب عدم الاهتمام بها وتطويرها وعدم شهرتها وذكر أن محيرة وونتشي هي إحدى مناطق الجذب السياحي التي كانت في سجل النسياد وفي الوقت الحالي وصلت إلى هذه المرحلة وفد من أعضاء الشرف لقوات الدفاع الإثيوبية قام بزيارة سد النهضة للإثيوبية الكبير وعبروا عن فرحهم بما رأوه من العمل الجاري المزيف في تقرير عبد الرحيم محمود قام وفد من أعداء الشرف للقوات المسلحة الإثيوبية والنشطاء السياسيين بزيارة سد النهضة الإثيوبية الكبير وعربوا أن إيجابهم بالسد وعزمهم للوقوف بجانب السد حتى يكتمل بناؤه وقالت إهدى الزائرة إنها سعيدة جدا بمشروع سد النهضة الإثيوبية الكبيرة وعذافت أن سد النهضة سد وطني ينبغي أن يقوم بجانبه جميع المواطنين الإثيوبيين هذا السد ليس للحكومة فلهذا يجب على جميع الإثيوبيين أن يقوموا بجانب هذا المشروع حتى يكتمل بناؤه ويأتي ثماره وذكر زائر آكر أنه فره بهذا المشروع وبزيارته لسد النهضة الإثيوبي في هذا اليوم وأضاف أن الأعمال الجارية أعمال مشجئة جدا ومنبئسة للأعمال في المستقبل الأعمال الجارية أعمال معجبة جدا والقيام بمثل هذا العمل في عصرنا لنا فخر وتاريخ وأنا سعيد جدا لرؤية هذا المشروع وعلى جميعنا أن نقدم لهذا المشروع ما نملكه ويمكن أن يكون لدينا اختلاف في اللغات والثقافات والأدبيات لكن في المصالح الوطنية يجب أن نقوم معا وذكر زائر آكر أنه يشعر بسعادة وفره لهذه الزيارة وأنه مستعد للقيام بكل ما في وسئه في المستقبل اسمي أسرات أمارة عضو قديم للقوات المسلحة الإثيوبية والآن عضو شرف للقوات المسلحة وأنا عندي مصاحمة في هذا المشروع مثل أي مواطن إثيوبي ومن قبل كنت أشاهد هذا المسروع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واليوم بحضور شخصيا ورؤية هذا المشروع أشعر بفكر وفرح وقال أبي تولا أن هذا اليوم يوم تاريخي ويشعر بفرح وسعادة كبيرة اسمي أبي تولا وهذا اليوم يوم تاريخي وما شاهدته اليوم حقيقة أمر عظيم يظهر مكانة إثيوبيا والإثيوبيين ويخلق فينا الأمل وهذا المشروع والمشاريع الأخرى التي ذرتها جعلتني لأعرف حقيقة إثيوبيا ومكانتها وأداف أن هذا المشروع وصل إلى هذه الدرجة بجهود الشعب الإثيوبي وينبغي أن تستمغ هذه الجهود حتى يكتمل المشروع وصلنا إلى هذه الدرجة بتفادي جميع الدغوطات الخارجية والداخلية ووصل هذا المشروع هنا بعرق الإثيوبيين وهذا السد رمز للإثيوبيين على كفاءتهم وقدرتهم وفي المستقبل إذا قمنا معا ووحدنا صفوفنا وجهودنا لا يوجد شيء يمنعنا عن التقدم وتحقيق طموحات مجتمعنا التنموية وسد النهد الإثيوبي هو رمز لوحدة وعظيمة وقوة الإثيوبيين فاليوم نرى البهجة والنشاط الكبير وارتفاء المعنويات في هؤلاء الزوار لهذا السد الكبير أن هذا السد هو سد تاريكي وسد تنموي كبير قام به الإثيوبيون بدون أي مساعدة خارجية وهذا خير دليل على أن إثيوبيا والإثيوبيين لديها قوة ولديها قدرة لبناء مشاريع كبيرة ولتحقيق الأهداف التنموية التي يتمه لها الشأب الإثيوبي بكافة أطيافه أبد الرحيم محمود من سد النهد الإثيوبي الكبير أجرت وزيرة العمل والمهارات مفرحات كامل مناقشة مثمرة مع الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الإثيوبية السيدة فريوت تامر حول القضايا التي يمكن العمل معها معا واتفق الجانبان على تعزيز الجهود المشتركة في تطوير المهارات والتكنولوجيا وخلق فرص العمل والسلامة والصحة المهنية وعربت السيدة مفرحات كامل في رسالة نشرتها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن التوصل إلى توافق على تعزيز الأنشطة التي تزيد من فوائد المرأة والشباب وتوسع النظام البيئي للشركات الناشئة وذكرت أن شركة الاتصالات الإثيوبية ستقدم الدعم لجعل نظام سوق العمل في إثيوبيا آمنا وموثوقا وأكثر سهولة في الوصول إليه قدمت منظمة اليونسيف مساعدات لإقليم عفر وقام ممثل اليونسيف أبو بكر كامبو بتسليم 15 مركبة بما في ذلك خمس سيارات سعاف تبرعت بها الوكالة الأمريكية للتنمية لإقليم عفر وبحسب المعلومات الواردة من اليونسيف إثيوبيا فقد تم تسليم المركبات إلى رئيسة حكومة الإقليم السيد أول ربا ومكتب الصحة الإقليمي وسيعزز الدعم الخدمات الصحية في المنطقة ويساعد في الوصول إلى الأطفال والأسر المعرضة للخطأ في المناطق النارية نواصل الأخبار الاقتصادية التقت مفوضة الاستثمار لليسينا النامي مع مالك مجموعة كونغ هونغ الصينية التي تهدف إلى إنشاء مصنع داخل مجمع أريرتي الصناعي وخلال اللقاء أطلعت المفوضة الوفدة على الفرص الاستثمارية والحوافز والدعم والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وتخطط مجموعة كونغ هونغ للاستثمار أكثر من ثمانين مليون دولار أمريكي في إثيوبيا قبل ختام عزانا للمشاهدين أترككم بأمرض المجال قيسو مجلس النواب الاثقي يجري مناقشة من عرض الصيني برئاسة نائب رئيس الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة حول القضايا التي تعزز الشراكة بين البلد وزير الالتكار والتكنولوجي عقد مناقشة مع الأمين العام لبعظمة التعاون الجنوذي بسأل القضايا التي تمتكنهم من العمل معه نهاية النشره إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر